وفي ذات السياق على خلفية الهجوم الإرهابي قام محافظ شبوى الشيخ عوض ابن الوزير بزيارة تفقدية للنقطة الأمنية التي تعرضت للهجوم الإرهابي الغادر على قوات دفاع شبوى وخلال الزيارة استمع المحافظ ابن الوزير إلى شرح متكامل من قبل قائد اللواء الثاني دفاع شبوى المقدم وجدي باعوم عن حيثيات هذا الحادث الإرهابي مؤكدا بأن هذا الحادث لن يثني جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية عن مواصلة جهوده في مجابهة ومكافحة قوى الشر والإرهاب مشيرا بأن الأجهزة المختصة ستعمل جاهدة على متابعة هذه العناصر الإرهابية حتى يتم ضبطها والقفض عليها ووجه محافظ شبوى بتقديم الرعاية والاهتمام الطبي اللازم لجرح هذا الحادث الإرهابي ناقلا التعازي لأسر الشهداء الذين ارتقوا في الحادث ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل والعودة السريعة لمواصلة مهامهم وواجباتهم في حماية أمن واستقرار المحافظة